أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد في بيت من بيوت الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا البيت المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفروقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز كنا انتهينا أيها الأخوة والأخوات في الدرس الماضي من الكلام على كتاب بدء الوحي وذكرنا ما تضمن من الحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم وذكرنا أيضا لماذا ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه بكتاب بدء الوحي وكنا أيضا تقدمنا ببعض التعاريف حول الوحي وما يتعلق به انتهى البخاري رحمه الله تعالى من هذا الكتاب ونحن اليوم مع الحديث الثامن في كتاب جديد هو كتاب الإيمان وابتدأه البخاري رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر وقد جعل البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي ذلك لأن الوحي إنما جاء بالإيمان فإذا كان الإنسان قد صدق بالوحي وآمن به وعمل بمقتضياته فهو المحبب إلى ربنا جل وعلا وهو المقبول عنده سبحانه وتعالى أما إذا لم يقبل العبد الوحي فمعناه أنه لم يقبل الإيمان وبالتالي ابتدأ بالوحي ثم ابتدأ بما نزل به الوحي وهو الإيمان ذكر في أول ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهذه الشهادة كما تعلمون هي الشهادة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون كما بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه وأنه سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولذلك مهما عمل الإنسان من أعمال إذا لم تصح منه هذه الشهادة لله جل وعلا فإنها لا تنفع عند الله تعالى يوم القيامة إلا إذا عمل بهذه الشهادة كما قال الله جل وعلا عن قريش قريش كانوا يكرمون الحجاج ويسقونهم وينفقون الأموال في ذلك فقال الله تعالى وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كأن الله تعالى يقول نفقاتكم يا قريش في طعامكم للحجاج في عنايتكم بالحرم هي نفقات حسنة لكن لا يمنع القبول عنها إلا أنكم كفار أنكم لم تُحقِّقوا شهادة لا إله إلا الله والإيمان كما تعلمون هو التصديق في اللغة ولذلك قال أبناء يعقوب عليه السلام لما جاءوا على قميصي بدم كذب قالوا وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا وعرفه أيضا أهل العلم بتعريفات أخرى لكن الصحيح أنه يُطلق في اللغة على هذا المعنى أنه بمعنى التصديق ويأتي له معنى في الشرع وهو أن يُقرَّ الإنسان لله تعالى بجنانه وبلسانه وبأركانه فلو أن الإنسان قال أنا أعترف بوجود الله أنا أؤمن أن الله موجود لكن لم يؤثر هذا الإيمان في عمله فهو لا يُقيم الصلاة ولا الصيام ولا يُحكِّم شرع الله ولا يُعمل بأي شيء من الشرائع نقول لو كان إيمانك صادقا لأثر في عملك فلا يُقبل منه الإيمان ولذلك سمَّى الله تعالى الأعمال إيمانا فلما ذكر الله تعالى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة قال الله جل وعلا بعدها وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ما كان الله ليُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يعني ما كان ليُضِيعَ صلاتكم الأولى التي صليتوها إلى المسجد الأقصى فهي محسوبة لكم كما نحسب لكم ما بعدها فالإيمان قول وفعل لا يكفي فقط أن يقول الإنسان وأمنت بالله لا بد أن يفعل ولذلك إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فأبى أن يسجد كان من الكافرين مع أن إبليس يعترف بلسانه أن الله هو ربه ولذلك إبليس ماذا قال قال ربي بما أغويتني ولما أراد أن يُقسم إبليس ما أقسم بنفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فهو قد اعترف أن الله هو ربه وأقسم بالله تعالى لكن لأن هذا الإيمان لم ينتج عملا وكان شرك الطاعة وقع فيه إبليس بأنه لم يطع الله تعالى فلم ينفعه مجرد اعترافه بوجود الله ولذلك يقول أهل العلم أن الإيمان الحقيقي هو العبادة لا يكفي الإنسان أن يعترف أن الله موجود يعني بمعنى لو أنك تناظرت مع شخص ملحد ينكر وجود الله ثم أثناء المناظرة قلت له من خلق السماء من خلق الأرض من بسطها من نصب الجبال أيعقل أن توجد هذه من غير خالق فلما أقمت عليه الدلائل بوجود الله قال لك هذا الملحد نعم والله صدقت أنا أصدق أنا أؤمن أن الله موجود لا يصح لك أن تقول الله أكبر دخل في الإسلام هو لم يدخل في الإسلام بعد البوذيون وهم بوذيون يعبدون بوذا يعتقدون أن الله موجود لأنهم يعتقدون أن بوذا ابن الله النصارى يعتقدون أن الله موجود قريش يعتقدون أن الله موجود ومع ذلك لم ينفعهم مجرد هذا الاعتقاد بوجود الله بالربوبية لأنه لم يؤثر في توحيد الألوهية الذي هو حقيقة الإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس ما قال الاعتراف بوجود الله خلاص لا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي خمسة أركان والأركان هي الأسس التي يقوم عليها الشيء قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي الشهادة التي أخذ الله تعالى عليها ميثاق الأولين والآخرين وهي التي قاتل الأنبياء لأجلها أقوامهم وزهقت لأجلها الأرواح وسفكت لأجلها الدماء وهي التي يحاسب الله تعالى العبادة عليها يوم القيامة قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في عدة أبواب أورده في سنتكلم في مقدمة وتعريف ثم بعد ذلك سنتكلم أيضا في أركان الإيمان نورد بعد ذلك أين أورده البخاري رحمه الله نأخذ معكم عددا من المساء حول هذا الحديث المقصود بأركان الإسلام وأركان الإيمان هو واحد وذلك أن الإسلام والإيمان هي من الأسماء المقترينة يعني مثلا ما تقول مثلا هذا جدار وحائط هذه نافذة وشباك مثلا هذا فقير وغني يقولون إن هذه الأسماء المتشابهة إذا اجتمعت في الموضع افترقت في المعنى وإذا افترقت في الموضع اجتمعت في المعنى بمعنى لما يقول لك إنسان خذ هذه المئة ريال تصدق بها على فقراء فذهبت أنت إلى بيوت فيها فقراء أنت تعرف في تعريف العلماء السابقين قالوا إن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه يعني يستيقظ الصبح ما عند كسرة خبز يأكلها لا فطور ولا غدا ولا عشاء لا يجد قوت يومه والمسكين هو الذي يجد لكن دون الكفاية هذا التفريق العلمي بينهما فالمسكين يستيقظ الصبح عنده عشرة أولاد لكن ما عنده لكسرة خبز تكفي لنفر واحد فقط لكن لا تكفي للجميع فهو يجد قوتا لكن دون الكفاية هذا الفرق بينهما الفقير معدوم والمسكين يجد لكن دون الكفاية فلما تأتي أن توزعها المئة ريال لا تقول في نفسك أنت عندك شيء يقول لك والله ما عندي لكسرة خبز تقول لا لا هو قال ليعطيها فقراء ما فيكم أحد ما عند الشيء في البيت لا في الحقيقة أن كلمة فقير تطلق على الاثنين لكن لو أنه قال خذ هذه مئة ريال أعطيها الفقراء وهذه خمسين ريال أعطيها المساكين لما جمع اللفظتين في جملة واحدة دل على أنه يقصد التفريق بينهما مثل كأس وإناء جدار وحائط إسلام وإيمان فلما تقول هذا رجل مسلم فمعناه أنه مؤمن ولما تقول هذا رجل مؤمن معناه أنه مسلم لكن لما تقول كما قال الله تعالى فأهلكنا من كان فيها من فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلما ذكر الله تعالى الكلمتين في آيتين متقاربتين دل على أن ربنا جل وعلا يعني التفريق بينهما ومثل ما قال الله تعالى قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا آه إذن في فرق بين الإسلام والإيمان نعم فيكون الإسلام هنا يطلق على الأعمال الظاهرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يطلق على الأخلاق يطلق على التعاملات الظاهرة ويطلق الإيمان على المعاني الباطنة على اليقين والتوكل والمحبة لله والشوق إليه وما شابه ذلك أركان الإسلام هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام فلو أن إنسانا قال أنا سوف أصلي وسوف أصوم وأحج وهوتي الزكاة لكن لن أشهد أن لا إله إلا الله لم يقبل منه الإسلام نابد أن يقوم على الأركان الخمسة ولو أنه شهد بالشهادتين وترك متعمدا قاصدا بقية الأركان مع قدرته عليها لم يقبل منه الإسلام إلا إذا كان عاجزا عنها أو كان لا يستطيع أن يعملها أو نحو ذلك بما سيتمعنا تفصيله بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله شهادت أن لا إله إلا الله وفي صحيح البخاري أن رجلا ساءل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجهاد هنا لأنه فرض كفاية وإنما ذكر الأشياء الخمسة التي تجب على كل الناس قال ما منعك أن تحج أن تتحج سنة وتعتمر سنة ما حملك أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد وفي بعض الروايات أنه قال له ألا تغزو فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس وساق الحديث وهذا الحديث أيها الأخوة فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن من خلال أحاديث أخرى كثيرة أن الإسلام له أبواب كثيرة وأن الجنة لها أبواب وأنه قد يوفق بعض الناس إلى شيء دون شيء آخر بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة قال منها باب الريان يدخل منه الصائمون منها باب كذا يدخل منه المتصدقون منها باب الصلاة يدخل منه المصلون بمعنى أن أقواما قد يغلب عليهم الصوم أكثر من غيره فلا يحق لهم يعني هو يرتاح إلى الصوم الكثير ما يحق ليأتي إلى واحد دائما يصلي الضحى ويصلي الوتر يقول لي يا أخي الله يهديك ليش ما تصوم زي يوم وتفطر يوما طيب أنت ليش ما تصلي الضحى كل يوم أيضا مثلي وكل يوم تصلي 11 ركعة مثلي أو يأتي إلى شخص ثالث ويقول له يا أخي الله يهديك أنا ولاحظ أنك تختم القرآن كل ثلاثة أيام ليش ما تصوم يوم تفطر يوم مثلي طيب أنت فتح لك في الصيام وارتحت إليه نفسك وسهل عليك أنا فتح لي في قراءة القرآن أنت ما تستطيع أن تقرأ القرآن كل ثلاث كما أفعله أنا ويقول له الثاني لا تستطيع أن تصلي من الليل وتصلي من الضحى كما أفعله أنا ففتح لكل إنسان شيء ولذلك ابن عمر هنا يقول لما قال له الرجل لماذا أنت تحج عاما وتعتمر عاما ليش ما تغزو مثل ما يغزو الناس طيب أولئك قاموا بباب أبواب الخير وأنا أقوم بباب آخر من أبواب الخير كما يفعل بعض الناس مثلا بعض الإخوة مثلا قد يجتهد في الدعوة فيذهب مثلا يلقي كلمات في المساجد أو يذهب إلى بعض الدول في أفريقيا وفي غيرها ويدعو إلى الله ثم يبدأ يقول مثلا انظر إلي الحمد لله ندعو إلى الله في كل مكان وفلان ذاك العالم جالس في المسجد دروس صباح ومساء ليش ما يطلع مثلي ويدعو إلى الله طيب كلاكما على خير الأمة تحتاج إلى من يجلس في المسجد يعلم الناس ويفتح الدروس صباحا ومساء وتحتاج أيضا إلى من يخرج ويدعو إلى الله ولذلك ابن عمر هنا قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس يا أخي أنا قوم بخمسة أركان الإسلام غزوت أو ما غزوت هذا بيني وبين الله تعالى ولذلك من اللطائف ما ذكره بعض المؤرخين أن الفضيل بن عياذ كان عابدا في الحرم وكان عبد الله بن المبارك في الثغور مرابطا يجاهد في سبيل الله فأرسل عبد الله بن المبارك أو أرسل الفضيل بن عياذ رسالة إلى عبد الله بن المبارك يقول له أنت في الثغور وتركت الإقامة في الحرم والصلاة وقراءة القرآن والطواف الكثير لماذا لا تترك ما أنت عليه وتأتي وتطوف كثير وتصلي وتصوم فأرسل إليه عبد الله بن المبارك أبياتا وصلت إليه وهو في الثغور في مواطن الجهاد وأرسل رد عليه بأبيات قال فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتان من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب ثم قال له ابن المبارك يا أبا علي إن من الناس من فتح له في الصلاة فهو يصلي من الصلاة ما لا يصليه غيره يعني النوافل ومنهم من فتح له في العلم فهو يطلبه ويعلمه ما لا يستطيعه غيره ومنهم من فتح له في الصيام ومنهم من فتح له في قراءة القرآن ومنهم من فتح له في الجهات ثم قال له وليس ما أنت عليه بأفضل مما أنا عليه وليس ما أنا عليه بأفضل مما أنت عليه وكلانا على خير وهذا ذكره أيضا بن القيم في المدارج وفي غيره فالمقصود أن الإنسان إذا فتح له في باب من العبادات في باب من أبواب خدمة الإسلام ونفع الله تعالى به وشعر بارتياح إليه فليسلك فيه ولذلك حتى الصحابة إذا تأملت وجدت أنه فتح لأبي هريرة في حفظ الحديث وروايته وفتح لخالد بن الوليد في الجهات في سبيل الله وفتح لفلان في تعليم العلم وفتح لعبد الله بن عباس في التفسير وفتح لعبد الله بن عمر في السنة وفي نشر السنة ولم يكن بعضهم ينتقد على البعض الآخر ما فتح عليه به وذلك أن الله جل وعلا قسمها بين الناس قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز الإنسان أن يقر بالأولى دون الثانية ما يجوز واحد يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله هذا لا يقبل منه لا بد أن يقر بالإثنتين وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي العروة الوثقى وهي التي لما سأل موسى عليه السلام ربه قال يا رب علمني دعاء ندعوك به فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله وكأن موسى عليه السلام يريد شيئا خاصا فقال الله تعالى له يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري يعني السموات بملائكتها ومن فيها إلا الله جل وعلا لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة يعني صنع منهن حلقة كن حلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير التفصيل في لا إله إلا الله طويل لكن ذكروا أن لها سبعة شروط حتى تكون نافعة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بمفتاح له أسنان الجنة مفتاحها لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لها أسنان أي مفتاح له أسنان حتى يفتح القفل لو تأتي بمفتاح آخر لا تتوافق أسنانه مع هذا القفل ما فتح فيقول هذا ومن يدخل فليس بفاتح فليس بداخل إلا بمفتاح له أسنان مفتاحها بشهادة الإخلاص والإيمان تلك شهادة الإيمان طيب ما هي شروط لا إله إلا الله ذكرها في معارج القبول سلم الوصول فقال العلم هي سبعة شروط العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ونظمها آخر فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلها يعني زاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت أن يقير بهذه الشروط السبعة وأن يكفر بالطاغوت والكلام على هذه الشروط يطول قال بعدها عليه الصلاة والسلام وهي المسألة الثالثة قال وإقام الصلاة قال هنا وإقام الصلاة ولم يقل والصلاة لأن ربنا جل وعلا إذا ذكر الصلاة في كتابه يذكر إقامتها فلا يكفر الإنسان أن يصلي فقط لو أنه إنسانا صلى الفجر في الضحى وصلى الظهر في الليل وقال والله أنا صليت صلوات الخمس هذا لا يقبل منه ذلك لا بد أن يقيم الصلاة إقامة في أوقاتها بعدد ركعاتها بركوعها بسجودها أن يقيمها إقامة تامة والصلاة بالمناسبة موجودة في كل الأديان ولذلك قال ربنا جل وعلا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وقال عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعي قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يقول الله لي موسى إنني أنا الله لا إله إلانا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإبراهيم يقول عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكذلك قال الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها إلى غيره من الأنبياء تجد أن الصلاة تعتبر ظاهرة عندهم لكن هل هم يصلون مثلنا بمعنى هل يصلون الفجر في وقت مثلا الفجر قبل طلوع الشمس صلونها ركعتين وفي كل ركعة مثلا ركوع وسجدتان هل يصلون الظهر بهذه الكيفية هل يصلون العصر كذلك هذا علمه عند الله تعالى لا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك لكننا نوقن تماما بأنهم يصلون صلاة فيها ركوع وسجود في الغالب لقوله جل وعلا أقنطي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين لكن عدد هذه الصلوات ونحوها هذا أمره إلى الله جل وعلا وكذلك موسى عليه السلام لما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء في رحلة المعراج إلى السماء ففرضت الصلاة خمسين صلاة فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى قال له كم فرض عليك ربك قال خمسين صلاة قال إن أمتك إن أمتك لا تطيق ذلك أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فمعناها أن موسى بل إن موسى قال إني قد جربت الناس قبلك معناها أن جربتهم في الصلاة وفي إقامتها فالمقصود أن الصلاة موجودة عند الأنبياء جميعا على اختلاف هيئاتها أو كفياتها أو ما يقرأ فيها لكنها معظمة عند ربنا وهي أول ما يحاسب عنه العبد عند الله تعالى يوم القيامة قال وإيتاء الزكاة الزكاة هي حق الله تعالى في المال الذي يبذل للفقير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والزكاة كما أن فيها بركة للمال هي في الحقيقة يا جماعة فيها حفظ لمال الغني من السرقة وحفظه لأولاده وفيها حفظ لنفسه الفقير لما يرى هذا الغني يركب السيارات الفارهة يمر على بيته وإذا بيته من أحسن البيوت يلتفت إليه وإذاه يلبس من أحسن الملابس ويتصل بأحسن الجوالات وأحسن الأجهزة لكنه كلما انتهت السنة جاء هذا الغني وقال لها الفقير عسى ما عليك دين قال له والله عليه دين مثلا ألف ريال قال تفضل هذا سداد دينك أظنكم تحتاجوا ملابس لأولاد قالي والله نحتاج ولدي في المدرسة ولدي الآخر يدرس الجامعة ولا سددنا القصد في الجامعة قال تفضل هذا وأعطاه من زكاته في سداد حاجاته ما كان في قلب هذا الفقير من ربما التشوف إلى ما عند الغني وربما حدثته نفسه بأن يعتدي على الغني ويسرق منه أو يبتزه باختطاف ولده ولا غيره انطفأ وشعر هذا الغني يشتغل عشاني فلما الغني يشتغل في تجاره يبدأ الفقير يقول يا رب ربحه حتى تزداد الزكاة وأستفيد أنا هذا في الحقيقة يستفيد منه الفقير يستفيد الفقير ويستفيد الغني أيضا ولذلك حتى يا جماعة حتى الآن في في أوروبا يؤخذ منهم يؤخذ من الأغنياء من الضرائب أشياء كثيرة يعني لما يأتيك واحد الآن ويقول لك مثلا والله يا أخي الإسلام أنا أشتغل وأتعب بعدين أعطيه شوف يا أخي الكفار الواحد يجمع فلوس في الحقيقة ما يجمع فلوس في أوروبا في كثير من بلدانها بل في كل بلدانها يؤخذ منهم ضرائب على أموالهم وهذه الضريبة تتفاوت في ألمانيا مثلا يأخذون 17% نحن عندنا في الإسلام يؤخذ كم 2.5% من الذي يحول عليه الحول من اللي يحول يعني لما يصير عندك أنت راتبك كل شهر مثلا مئة ألف ريال فرضا لكنك تصرف على طول تبني بيتا وتشتري سيارة وتزوج ولدك وتنفق في كذا ثم يأتي السنة ما عندك شيء ما حال عليه الحول ما عليك زكاة حتى 2.5% ما تؤخذ منك عندهم لا من يوم ينزر راتبك في الحساب مباشرة يقتص من 17% أقل ما يؤخذ في دول أوروبا 5.5% هذا أقل ما يؤخذ هذه الدولة اللي بعضهم يهاجر إليها حتى يوفر فلوس يقول والله هذه توفر فلوس لما يأخذون لـ 5% بل إن بعض الدول بعض الدول أمريكا مثلا إذا جاءت نهاية السنة وينظرون كم عندك من المال في حسابك ويؤخذ منه قسم كبير أنا لا أذكر الآن النسبة لكن قسم كبير جدا ولذلك كنت أعجب سابقا لما مثلا تجد أن الأوروبيين الأمريكان لما يذهبون إلى بعض الدول التي فيها سياحة يصرفون الأموال الكثيرة جدا وكأن بينه وبين المال عداوة ثم تبين لي إنه لو لم يصرف هذا المال يؤخذ منه للدولة ويحول إلى خزينة الدولة ويقال لا أنت ما تحتاج هالفلوس كلها ليش تبقى عندك لكن لما تكون في الإسلام يؤخذ منك 2.5% وأيضا ترد على فقرائهم وزد على ذلك أنك تبدأ بالأقربين يعني لو عندك أخت محتاجة تعطيها من زكاتك فهي صدقة وصلة عندك أخ محتاج تعطيه من زكاتك ابن أخ ابن أخت جار تعطيهم من زكاتك فتجمع ما بين أنها صدقة وتحبب إليهم وصلة لهم أيضا ومما يحسن التنبيه عليه هنا أيضا أنه إذا كان موجودا في المجتمع الإسلامي تجار مسلمون وتجار من أهل الكتاب فإن المسلمين يؤخذ منهم الزكاة وأهل الكتاب الأصل أن تؤخذ منهم الجزية والجزية إذا أخذت مصارفها في مصالح البلد أيضا يعني إن كان في البلد فقراء أعطيهم الفقراء إن كان البلد يحتاج إلى مثلا فتح طرق فتحت به طرق سفلته أعمل به سفلته مثلا أي شيء من الأشياء التي يحتاج إليها البلد فلما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي الإسلام يظلم الناس ليش تأخذ منهم جزية تقول كما أن الإسلام يوفر لهذا الغني الأمن والأمان وحفظ ماله وثم يقول له في آخر السنة طيب يدفع ثنين ونصف في المئة حتى نحفظ الأمن أكثر بإطعام الجائعين والفقرة حتى ما يعتدون على مالك كذلك يأتي عند هذا النصراني أو اليهودي الذي يقيم في بلاد المسلمين ويقول له يدفع جزية لأجل أن أيضا نوفر لك الأمن والأمان ونحفظ مالك وغير ذلك وتشارك أيضا في نهضة البلد ولو كان هذا النصراني فقيرا لما أخذنا منه جزية كان نعطيه من الزكاة كان نأخذ من المسلم زكاة ونأتي ونعطيها النصراني إذا كان فقيرا محتاجا لا يأخذ منه جزية ويعتبر من باب والمؤلف قلوبهم لأجل ترغيبه في الإسلام كما فعل عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا في المدينة رجلا يهوديا كبيرا في السن يسأل الناس فسأله عمر قال أما عندك ما تنفق قال لا ما عندي والله ما أنفق فأمر عمر أن يصرف له راتب من بيت المال وقال أكلنا شبابه ونتركه في شيبته يصرفون له فلوس من بيت مال المسلمين الذي مصدره غنائم الجهاد مصدره صدقات المسلمين زكواتهم فينبغي حقيقة الانتباه إلى هذا يعني حتى نستطيع أيضا أن نجيب من ربما يقدح في الإسلام من هذه الناحية قال بعد ذلك الحج وصوم رمضان الحج اختلف أهل العلم هل هو مثل الصلاة موجود في كل الشرائع أم أنه موجود عند بعض الشرائع دون بعضها الآخر جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حج بعض الأنبياء الحديث الذي عنده مسلم وفي النساء وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم لما حج مر بثنية من الثنايا فسأل أصحابه قال ما هذه الثنية قالوا هذه ثنية كذا وكذا قال كأني أرى أخي موسى على ناقة حمراء خطام هليف له جؤار بالتلبية ثم مضى ثم مر على وادي قال ما هذا الوادي قالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أرى أخي يونس فإذا هو عليه الصلاة والسلام شهد لموسى عليه السلام وشهد ليونس موسى جاي من الشام ومصر ويونس جاي من الخراسان والعراق شهد لهما بي أنهما قد حج وغيرهما من الأنبياء لم يأتي نص في كل واحد منهم لكن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أذن في الناس بالحج فقال الله تعالى يأتوك رجاله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فذكر أهل العلم أن الأنبياء الذين من نسل إبراهيم عليه السلام كلهم قد حجوا إلى البيت الحرام قالوا صوم رمضان أيضا صوم رمضان هل هو أو الصوم عموما هل هو موجود في كل الشرائع عملاء هذا من مختلف في أهل العلم لكن الصوم موجود أصلا معناه في كل الشرائع ولذلك لفظ الصوم اللي هو الإمساك تكلمت به مريم لما قالت إني نذرت للرحمن صوما يعني أنا أمسك عن الكلام فلفظة الصوم كانت موجودة عندهم وكذلك قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قالوا إن موسى عليه السلام لما ذهب إلى الطور ليكلم الله تعالى أمره الله تعالى بالصيام فصام ثلاثين يوما ثم بعد ذلك فرض الله عليه أن يزيد عشرة أيام فصام موسى عليه السلام الصوم موجود في كثير من الشرائع وإن كان لا نستطيع أن نجزم هل هو في كل الشرائع ما كيفيته هل هم يصومون مثلنا ما بين طلوع الفجر إلى غياب الشمس أم يصومون عن طعام معين أم يصومون شهرا أم أقل أم أكثر هذا أمره إلى الله جل وعلا لكن هو فرض من فرائض الإسلام إذا تركه الإنسان جحدا لوجوبه كفر بالله العظيم لو واحد قال أصلا ما في شيء في الإسلام باسم الصيام هذا كفر لكن لو أنه تركه كما يترك الحجة أو كما يترك الزكاة تكاسلا أو بخلا واحد ما يزكي تقول للتقلل لماذا ما تزكي ركبنا ركال الإسلام قال والله يا أخي ودي أزكي وإني أتمنى أني أستطيع يعني أن أسوق نفسي وأزكي بس والله يا أخي ما قويت كل ما أردت أني أطلع فلوس ما تطيب نفسي وأمسكها إن شاء الله بحاول فهو مقر أن الزكاة واجبة ومقر أنه متعرض للعقوبة ومقر أن الله سيحاسبه لكن يمنعه من أدائها البخل عنها هل هذا يكفر أم لا هل العلم لهم في ذلك خلاف والصحيح أنه لا يكفر لكنه ارتكب كبيرة من الكبار بتركه للزكاة لكن لو جحد وجوبها لو قال ما في شيء اسمه زكاة أصلا الزكاة في السابق اليوم خلاص في ضمان اجتماعي في دول ما عاد في شيء في الإسلام اسمه زكاة هذا أعوذ بالله هذا يكفر بالله العظيم وكذلك الحج لو ترك الحج تكاسل عنه مثلا مع قدرته لكن تكاسل عنه قال والله أخاف من الزحام أخاف من الأمراض أنا عندي أشغال أنا ما عندي وقت ونحو ذلك حتى مات وهو لم يحج لم يكن كافرا بذلك لكن أيضا ارتكب كبيرة من الكبار وكذلك الصوم وأهل العلم بالمناسبة لهم خلاف في هذا بعضهم يكفر كل من ترك ركمنا أركان الإسلام لكن الصيح والله تعالى ما ذكرته لكم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو الحديث التاسع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الإيمان تقدم تعريفه وهو التصديق وشرعا ما ذكرته من ما يقر في القلب ويجري على اللسان ويصدقه العمل البضع وستون البضع هو القطعة من الشيء تقول مثلا أعطني بضعة من هذا اللحم أعطني قطعة منه ويقولون إنها إذا أطلقت في الأرقام كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة كما قال جل وعلا غلبة الروم في بضع سنين قالوا يعني ما بين ثلاثة إلى عشر سنين وكذلك لما قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبث عن يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين قالوا لبث سبع سنوات في السجن فهو الإيمان بضع وستون شعبة يعني إما أن يكون ثلاثة وستين خمسة وستين سبع وستين ونحو ذلك شعب الإيمان قوله شعبة يعني قطعة أو قسم وما شابه ذلك وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن شعب الإيمان أنواع منها ما يتعلق بالقلب قال وهي 24 خصلة من شعب الإيمان متعلقة بالقلب مثل مثلا الإخلاص هو من الإيمان متعلق بالقلب مثل الرحمة هي من الإيمان متعلقة بالقلب مثل التوكل هو من الإيمان متعلق بالقلب الحياة هو من الإيمان متعلق بالقلب قال هي 24 وعشرين شعبة قال ومنها شعب متعلقة باللسان مثل الشهادتين الأمر معرف نهي على المنكر ونحو ذلك قال ومنها ومثل الدعاء ونحوه ومنها متعلقة بالبدن وهي ثمان وثلاثون خصلة منها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الصوم ومنها الحج وما شابه ذلك فهذا تقسيم له رحمه الله تعالى وإن كان ربما أن الشعب تكون أكثر من ذلك لما يعدها الإنسان مقسمة عن اللسان أو البدن أو القلب قوله عليه الصلاة والسلام والحياة شعبة من الإيمان في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي رواية قال أرفعها وفي رواية قال أقصاها وفي رواية قال أعظمها وذكر عليه الصلاة والسلام أن الحياة شعبة من الإيمان وفي الحديث الآخر قال إماطة الأذى عن الطريق دليل على أن الإيمان لا بد أن يؤثر في حياتك اللي يقول لك أنا مؤمن لكنه يسرق أنا مؤمن لكنه يغتاب أنا مؤمن لكنه ينم بين الناس ويفسد واللي يسب واللي يلعن نقول يا أخي لو أن إيمانك هذا مؤثر فيك لأثر على لسانك وأثر على جوارحك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقة يعني الجاره لا يأمن منه أذاه هذا ما هو بمؤمن يعني لم يكتمل إيمانه لا يعني أنه كفر لم يكتمل إيمانه كأنه يقول لو أن مؤمن حقا ويخاف من الله ويعلم أن الله يراقبه لما آذى جاره لو أن مؤمن ويخاف من الله ويعلم أن الله يراقبه لما اغتاب أحدا كان هذا الإيمان يؤثر فيه ولذلك قال الحياء شعبه من الإيمان في رواية عند البخاري قال الحياء من الإيمان وقال الحياء لا يأتي إلا بخير وقال الحياء خير كله وذكروا أن الحياء هو تجنب العيب أنك تتجنب الشيء اللي فيه عيب قالوا هذا حياء مثلما يقول لك واحد مثلا طيب أنت ما عندك غدا ليش ما طركت الباب على جاركم وقلت أعطوني من غدائكم قال والله يا أخي استحيت يعني هذا عيب أني أطرق عليهم وأقول أعطوني من غداكم عيب فأنا أتجنب العيب هذا هو الحياء أتجنب العيب قلت له طيب أنت لما مثلا هم مثلا وضعوا لكم الشاي وبعدين انتهى الشاي ولا أحد صب لك مثلا في كأسك ليش ما قمت أمام الناس عادي وصبيت لنفسك شاي وجلست قلت والله يا أخي استحيت يعني عيب صاحب المنزل موجود وأقوم أنا ربما هو يريد أن يحفظ الشاي لمن يأتي من ضيوف آتي أنا غصبا عنه هو يرى الكأس فارغا هذا عيب فأنا استحيت فالحياء هو تجنب الشيء المعيب تقول مثلا لفلان اللي مثلا كشف عورة تقول ما تستحي لأنك ظهرت شيئا معيبا أمرأة مثلا ما تحجبت ما تستحين ليكن عندك حياء يعني ليكن عندك تجنب للعيب ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل كما عند البخاري يعظ أخاه في الحياء يعظوه في الحياء يعني ذاك الرجل كان من شدة الحياء ربما ضاع عليه بعض حقه يعني مثلا آآ قد أسلف فنان مالا ولا رده إليه نقول لي طيب يا أخي أنت محتاج اذهب إليه وقل رد إليه مالي يقول والله يا أخي استحيي منه طيب يا أخي اذهب إلى كذا قال والله أستحيي فأخوه يعظوه يقول له أنت حيائك ضيّ عليك حقوقك أنت حيائك أحرجك أنت حيائك جعلك فلوسك عند الناس يعظ أخاه يلومه ليش أنت تستحي كثير فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظوه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير مادم أنه يستحي أبد حقه بيأتيه والناس سيحبونه وسيسعى الناس بحقه إليه هذا معنى الحديث وإن نص الحديث قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير والإيمان كما تقدم لا بد أن يؤثر على الأعمال ولذلك عدى النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وهو خلق من الأخلاق يعني ما قال عليه الصلاة والسلام والإخلاص من الإيمان مثلا هنا أو قال مثلا والرحمة شعبة من شعب الإيمان إنما قال الحياء دليل عنه أن الإيمان لا بد أن يؤثر في أخلاقك وفي تصرفاتك شعب الإيمان ذكرنا لكم أنها أعمال قلب ولسان وبدن كما تقدم معنا في رواية مسلم التي تقدم الإشارة إليها قال فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الحديث العاشر معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الإسلام تقدم أيضا تعريفه في أركان الإسلام وهو الاستسلام لله بالطاعة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والإسلام أقوال وأفعال كما أن لا إله إلا الله هي من الإسلام كذلك الصدقة هي من الإسلام لا بد أن يجمع ما بين الأقوال والأفعال وهو اسم أيضا لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الإسلام هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء لذلك قالت بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين إذن سليمان جاء بالإسلام يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما ذكر الله تعالى التوراة إنا أنزلنا التوراة في أهدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فالإسلام بمعناه العام اللي هو التوحيد وعدم الشرك جاء به كل الأنبياء فلو أنه إنسانا قال يونس دعا قومه إلى الإسلام نقول صح دعا قومه إلى الإسلام لو جاءك واحد وقال كيف يعني يونس دعاهم مثلا إلى كذا وكذا من شعار الإسلام الخاصة بنا تقول ما ندري لكن دعاهم إلى الإسلام بالمعنى العام اللي هو عبادة الله عدم الشرك التوحيد الخالص ونحو ذلك فكما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه كل الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام الذي هو التوحيد قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون يعني المسلم الحق اللي يطبق الإسلام الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده قد يكون مسلما لكن يكون ناقصا في إسلامه يعني مسلم لم يحقق الإسلام الصحيح ولا يعني أنه كفر بالله إذا آذى الناس إنما يكون قد أثم بذلك ولم يطبق الإسلام الصحيح الذي أراده الله جل وعلا في خطبة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم قال والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم رواه ابن حبان عن فضالة ابن عبيد وفي مسرد أحمد قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وهو حديث صحيح عن عمر بن عبسه رضي الله تعالى عنه قوله هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده هو بمعنى ما تقدم من الإيمان أن الإسلام والإيمان لا بد يؤثر على ظاهرك بل يا جماعة كل العبادات إذا ما ظهر لها تأثير في حياتك إيش الفائدة منها يعني مثلاً الصلاة قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر قالوا الفحشاء بالقول والمنكر بالفعل إذا واحد يصلي لكن ما نهته صلاة على الفحشاء والمنكر نقول إيش الفائدة من صلاتك إيش تأثيرها في حياتك الزكاة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذن الزكاة أيضاً تؤثر في سلوكك الحج فلا رفذ ولا فسوق ولا جدال في الحج الصوم من لم يدع قول الزوري والعمل به حديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لحظ كل هذه عبادات تضبط سلوكك تضبط تصرفاتك إذا الإنسان يا جماعة يظن الإسلام فقط أني أصلي ثم أخرج وأسرقه وأفعل وأفعل هذا إيش الفائدة من صلاتك إيش الفائدة من قولك في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم وأن تطلع إلى الصراط المعوج في كسب المال إلى الصراط المعوج في التعامل مع الناس مع زوجتك مع غيرها طيب ما هو الصلاط المستقيم يقتضي الأمانة وحفظ البصر وغضه وحفظ أموال الناس لها بد أن يؤثر الإسلام في حياتك واليوم والله لو أثر الإسلام فعلا لو تبنى المسلمون سواء الذين يتعامل بعضهم مع بعض أو الذين يتعاملون مع غير المسلمين لو طبقوا الإسلام فعلا في تصرفاتهم وأقوالهم وفي نصحهم وفي هديهم لتأثر كثير من الناس ربما يدخلون في الإسلام بهذا السبب في حفظ حق الجار في الكرم في الجود في كف الأذى في غير ذلك من الفضاء التي جاء بها الإسلام قال عليه الصلاة والسلام هنا من لسانه ويده لم يقل مثلا من سلم المسلمون من مثل رجله لماذا خطص اليد واللسان لماذا ما قال من سلم المسلمون من ماله المال ممكن أضر به الناس لماذا قال من لسانه ويده اللسان خطره عظيم وإذا الإنسان أطلق لسانه ربما بسب ولعن ونحوه ربما أفضى به ذلك إلى اليد بقتل وبطش وما شابه ذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر لما سؤل ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج فبين صلى الله عليه وسلم خطره أيضا وقال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخديه أضمن له الجنة وقال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى قال كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام قال لا تدرون من مفلس قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة في صلاة وصياء قال يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا لاحظ كيف أنهم يأخذون من حسناته لأنه أطلق لسانه فالمقصود أنه يسلم الناس من لسانك ويدك اليد بلا شك أيضا البطش بها وأذى الناس يأثم به الإنسان ولذلك حتى في حديث المفلس قال يأتي وقد ضرب هذا ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ويقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانه وإثمموا بينا فالإنسان يكف لسانه ويده لكن السؤال هنا لماذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده طيب لو غير المسلمين لو انطلع للشارع فرضا ورأيت لك واحد كافر مثلا يعني سواء يعني يكنس الشارع عام البسيط ولا واحد أكبر من ذلك وقلت له أنت ما هي ديانتك فقال النهبوذي ولا نصراني ولا يهودي ولا أي ديانة هل يجوز أن تعتدي عليه بلسانك ويدك تأتي وتسبه وتلعن وتضربه ونقول لك ما يجوز فتقول يا أخي لحظة الحديث يقول من سلم المسلمون هذا ما هم مسلم إذن يجوز أن نؤذيه لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر على سبيل الأغلب على سبيل الأغلب هو يكلم صحابة يتعاملون مع مسلمين في الأغلب لكن لا يعني أن يعتدي الإنسان على غيره يا أخي الإسلام حرم الاعتداء على الدواب دخلت امرأة النار في هرة حبستها هرة فما بالك بل دخلت امرأة للجنب في كلب أحسنت إليه فما بالك بالإحسان إلى غير ذلك فالمقصود أنه ذكر قوله من سلم المسلمون على سبيل التغليب وإلا فلا يجوز للإنسان أن يؤذيه بغير حق حتى لو آذى الكافر إلا إذا كان محاربا في حرب لكن أن يؤذيه وهو جار له أو مسالم له أو نحوه هذا لا يجوز أن يؤذيه ثم قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا طبعا من جوامع كلمة لما يقول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده لاحظ عبارة مختصرة تحمل معاني كثيرة لما قال هنا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أيضا عبارة مختصرة تحمل معاني كثيرة مثل قوله الحج عرفه ومثل قول العرب المال الإبل ونحو ذلك وكانوا يعبرون بعبارات قصيرة ينون بها كلاما كثيرا من هجر ما نهى الله عنه المهاجر هنا من الهجر وهو ترك الشيء والابتعاد عنه والهجرة الحقيقية تطلق على الانتقال من دار كفر إلى دار إسلام هذا في الأصل لكنها بالمعنى العام تطلق على كل من ترك شيئا محرما فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه نقول لإنسان فرضا أنت ليش مثلا ما مثلا عندك قروض ربوية قال والله الحمد لله أنا من عشرين سنة ما تعاملت بقروض ربوية أبدا نقول ليش قال لأنها حرام أنا هجرتها منذ أن علمت أنها حرام قلنا طيب أنت ليش ما تدخل المكان الفلاني قال والله المكان الفلاني في محرمات فأنا صار لعشر سنوات لا أدخله أنا هجرته هذا هو معنى من هجر ما نهى الله عنه ربك نهى عن الرباء أهجره الله نهى عن النظر الحرام أهجره لا يجوز أن أدخل هذه المواقع المحرمة أهجرها لا يجوز أن أنظر لها القناة المحرمة أهجرها هذا هو المعنى الذي يريد أن يتحقق فيه معنى المهاجر أن يهجر ما نهى الله عنه مهاجر طبعا كلمة عام مثل مسافر مؤاكل تأتي من الهجرة المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي الكلام على أنواع الهجرة وقد تقدم معنا الكلام على أنواع الهجرة في الحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرة الله ورسوله وذكرنا أن الهجرة في عهدي صلى الله عليه وسلم كانت أول هجرة إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم الهجرة بعد ذلك إلى المدينة ونحو ذلك من التفصيلات الباب الذي معنا الآن باب أي الإسلام أفضل وهو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل وهذا الحديث والذي بعده أيضا كلاهما في معنى الحديث الذي قبل قليل وبالتالي بإذن الله نسير عليه سريعا قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل يعني الإسلام درجات كما أن الصدقه درجات يعني لما تصدق على الإنسان فقير جدا في وقت اضطرار أفضل من أن تصدق على الإنسان أقل اضطرارا منه الصدقه درجات وكذلك الصلاة درجات وغير ذلك من الأعمال فهنا الصحابة يقولون يا رسول الله أيش أفضل الأعمال في الإسلام أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا قد تقدم معنا شرحه لكن هذه رواية أخرى نمر على المسائل بسرعة فاضل أعمال الإسلام والمسلم مطالب أن يعمل الأعمال الفاضلة أكثر من غيرها يعني لو خير قيل لو الله هذا العمل أجره أعظم من هذا العمل مثلا برك لوالدتك ووالدك أفضل من مثلا صلاتك للضحى فيقدم العمل الصالح هذا أو قيل لمثلا إن تعليم الناس العلم أفضل من كونك مثلا تقرأ قرآن بينك وبين نفسك نقول إذن هذا أفضل إذن اذهب إليه يعني أن يحرص على أن يعمل العمل الأفضل قوله من سلم المسلم لسانه ويده أيضا تقدم معنا بيانه الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وهو في معنى أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف الحديث ورد في عدد من الأبواب باب إطعام الطعام من الإسلام وباب إفشاء السلام من الإسلام وباب السلام للمعرفة هو لغير المعرفة معنى عدد من المسائل المسألة الأولى أسئلة الصحابة رضي الله عنهم الصحابة إذا تأملت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها كلها أسئلة مفيدة يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله ما أثقر الشيء في الميزان يوم القيامة يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة يا رسول الله أي الإسلام خير أي المؤمنين أفضل ما في واحد من الصحابة يسأل سؤال ما من الفائدة ما في واحد يقول يا رسول الله لماذا صارت السماء به الشكل أزرق وما صارت بشكل أحمر ويا رسول الله ليش الجبل أحد صار بالشمال إلى جنوب ليش ما صار من شرق إلى غرب الأسئلة اللي هم ما يستفيدون منها ما لها تأثير في حياتهم لا دنياهم ولا في أخراهم ولا تزيدهم أجر ما يسألون عنها ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعنيه الصحابة كانوا يطبقون حتى في الأسئلة ما كانوا يسألون سؤالا لا داعي له ولذلك تجد بعض الناس يشغلك يعني جاء رجل إلى الشعبي رحمه الله تعالى وسأله فقال له يا شعبي ألي إبليس ذرية إبليس عنده عيال فقال ذاك نكاح لم ندعى إليه والله إن كان معرس ما حد عزمني على عرسه يقول له الشعبي رحمه الله قال الرجل عجبا أتدعى إلى عرس إبليس قال عجبا وماذا تستفيد عنده ذرية ولا لا أنت بتناسبه ولا بتعرس من بناته واش دخلك إبليس عنده عيال ولا لا وإن كان الصحيح أن الله جل وعلا قال فتدخذونه وذريته أولياء لكن كون بعض الناس يأتون ويسألون أسئلة أحيانا يعني ليس لها فائدة لا في خاصة إذا كان يسألك أحيانا أمور خاصة بك أنت يحرجك والله كم رات بك وسمعنا أنك كذا اشتريت كذا بكذا طيب ليش ما اشتريت يا أخي هذه الأمور الخاصة تجنبها ولذلك لو أن الناس سألوا الأسئلة المهمة النافعة لهم فقط لتعلموا علما كثيرا أسئلة الصحابة رضي الله عنهم كلها أسئلة تشعر أن الذي يسألها يسأل للفائدة حتى يعمل المسألة الثانية من الرجل الحديث يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا الرجل الرجل اختلف فيه يعني وإن كان أيضا لا يهم المهم الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكروا أن الرجل هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا وفيه أيضا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول فإزدحم الناس عنده قال فأقبلت أنظر إليه فلما رأيت وجهه وإذا وجهه ليس بوجه كذاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذا أيضا يدل على فضيلة إطعام الطعام وإطعام الطعام جاء حتى في القرآن يقول الله جل وعلا ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرة إنما نطعمكم لوجه الله وكذلك من إطعام الطعام سواء للضعيف والفقير والمسكين أو إطعامه أيضا للضيف فإن يقرأ الضيف من المكارم التي يحرص عليها الإنسان وكذلك إطعام الطعام كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر نساء الأنصار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه يعني ولو حافر الشاه تهديه للجارة من الطعام وكذلك يقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك إذا طبخت قطعة لحم زد الماء وأعطي جيرانك من الماء من المرق إذا ما تستطيع تعطيه من اللحم وتعاهد جيرانك ونحو ذلك من الفضائل التي تتبع ويطعام الطعام وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في مرواه الترمذي يقول أحب الأعمال إلى الله ثلاثة أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورة أو تقضي عنه دينة أو تطعمه خبزا فيطعام الطعام من أفضل الأعمال خاصة إذا أطعم الطعام لإنسان محتاج يعني مثلا لو إنسان مثلا في الطريق ومر على بقاله وهو طالع اشترى معه خبز مثلا هذا اللي بريال أو عصير أو نحو ثم مر على العمال اللي يكنسون الشارع وأعطى كل واحد منه هذا يطعام طعام وربما وافق وقت جوع وعطش بالنسبة إليه فتؤجر بإطعامه والإحسان إليه وربما لم يكن مسلما وأحب الإسلام بسببك ولذلك لما يسأل الصحابة يقول يا رسول الله إيش أحسن شيء في الإسلام قال لها أن تطعم الطعام تطعم الطعام يعني أن يكون لك نوع من الصدقة والإهداء وقير الضيف ما شابه ذلك قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تقرأ السلام يعني تلقي السلام يقولون قرأت عليه السلام يعني سلمت عليه ويقولون أقرأته السلام يعني نقلت إليه سلام غيره على من عرفت ومن لم تعرف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن من علامات الساعة سلام المعرفة يعني يصبح الإنسان ما يسلم إلا على اللي يعرف وفعلا اليوم على الأسف هذا موجود تمر حينا في السوق فإذا قلت السلام عليكم ومضيت التفت ينظر إليك يتأكد أنا قلت شفتها الرجال ما قلت شفته مستغرب أنك سلمت عليه يعني غريب يسلم عليه مستغرب أن تسلم عليه وأنت ليس بينك وبينه معرفة ولذلك قال في الحديث على من عرفت ومن لم تعرف مع أنه يتكلم مع الصحابة أصلا عددهم قليل في مدينة كانت صغيرة في ذلك الحين ومغلبهم متعارفون ومع ذلك كأنه يشير إلى ما سيقع في آخر الزمن الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي حديث آخر سيأتي معنا حتى أكون أحب ليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعي في رواية قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وفي رواية قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان كل هذه الروايات تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يعني أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كفر يعني مثلا لو قيل لك مثلا أن سنعطيك كذا من المال هل لك رغم أن يعطي فلان مثلك فتقول لا لا تعطوه مثلي فأنا لا أحب له ما أحب لنفسي لا يعني أنك كفرت بهذا لكن معناها أنك لم تبلغ درجة الإيمان المقتضيه للأخوة والمحبة والترابط بين المؤمنين ولذلك قال هنا لا يؤمن أحدكم يعني لا يبلغ درجة الإيمان ولذلك ذكر أهل العلم في المسألة الأولى التي معنا أن الإيمان له علامات الإيمان له علامات من علاماته أني أقرأ السلام على من عرفته من المعرف من علاماته أن يسلم المسلمون من لساني ويديه من علاماته أن يدفعني هذا إلى الصلاة إلى الصوم إلى الحياء من علاماته أن أحب لي أخي ما أحب لنفسي من الخير هذه كلها تعتبر من علامات الإيمان إذا أن تدعي إن عندك إيمان طيب بين لنا الدليل قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني طيب أعطونا الدليل أنكم تحبون الله بالاتباع ولذلك ذكره العلم أنه كلما ظهرت علامات أكثر عليك دل أن إيمانك أعظم المسألة الثانية هل المحبة عبادة لأنه يقول حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه طيب هل هذا يعني أن المحبة أصلا هي عبادة من العبادات أم أنها خلق عادي من ضمن الأخلاق المحبة محلها القلب والله جل وعلا يعرف ويعلم حقيقتها في قلبك إن كانت صادقة أو غير صادقة أما محبة العبد لربه فهي واجبة ولذلك بل محبة الدين أيضا يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله فعدم محبة الدين والشريعة هذا يحبط العمل إذا كان الإنسان كارها لها ولذلك قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والمحبة هذه محبتي لأخي هذه لها مقتضيات من مقتضياتها النصح له الفرح بالخير الذي يأتيه عدم الحسد له على ما يأتيه من خير عدم الحقد عليه إحسان الظن به هذه كلها يا جماعة من علامات الأخوة والمحبة ولذلك اليوم أيضا نحن ينبغي أن نرتفع عن يعني ما فرقتنا به يد عدونا من تقطيع لبلداننا وتوزيع لجنسياتنا وأصبح هذا من شرق وهذا من غرب وأصبح الناس مع الأسف يعني ربما يحتقروا بعضهم بعضا بناء على جنسيتها أو موطنة ونحو ذلك كل هذا ينبغي أن تزول بيننا وأن تظهر مثل هذه الأحاديث أن يحب لي أخي ما يحب لي نفسه حتى إنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من معركة بدر وكان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معهم وكان في الأسر أخوه عمير بن عمير فمن ضمن الأسرى السبعين فمر مصعب وإذا هؤلاء الأسرى موجودين فرأى أخاه وسلم على أخيه كذا ثم قال للمسلم اللي يحرص قال له شد عليه يعني انتبه لها يهرب أخي فإن أمه لها مال يعني لعل الأمة إن شاء الله تعطي المسلمين فلوس كثير حتى تفكه فقال له أخوه أهذه وساتك بأخيك بدل ما تقول لخفف وثاقك خليه يطلع ويهرب إلى أمه تقول شدد عليه الوثاق أهذه وساتك بأخيك فقال له مصعب إن هذا يعني المسلم قال إن هذا أخي دونك هذا أخي الحقيقي مهب أنت أخي لا يعني أن الإسلام يقضي على الخوة النسب لا وإنما معناه أن مصعب رضي الله تعالى عنه شعر بأنه وهو الذي جاء من مكة ومن قبيلة أخرى غير قبيلة المسلم الذي يحرص شعر أن الإسلام قد ربط بينهما كما في الأحاديث والآيات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بنا أخويكم وقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا يعني إخوانا متقاربين متعارفين الحديث الذي بعده باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وفي الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والحديث رهو إلى وآيات سوف تأتي معنا المسألة الأولى الحلف على الأمر المهم وغير المهم هل يجوز الواحد يحرف على أمر غير مهم يعني يصلح تقول مثلا والله العظيم أن اليوم زحمة هذا أمر غير مهم أنك تخبرنا به مثلا والله العظيم أني عطشان أعطوني ماء مثلا ما يحتاج تحلف يا أخي هذا أمر غير مهم وما استحلفناك ما قلنا لك حلف هل يعني يصح الإنسان أن يكثر من الحلف على الأمر المهم أو غير المهم نهى أكثر أهل العلم أن يحلف الإنسان على الأمور غير المهمة وستدلوا بقوله جل وعلا وحفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم أن إذا صرت في اليوم تحلف مئة مرة صار حلفك ما للتأثير خلاص احفظوا أيمانكم يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار يقولوا أنا صغير إذا جيت عند أمي وعند أبي وحلفت ضربني قال لا تحلف أصدقك من غير حلف ليش تحلف وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر النهي عن الحلف في حديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب واحد مثلا يبيع وهو يقول والله العظيم ما تلقى أطيب منها والله العظيم مني شريء حتى لو كان صادقا صح وسينفق سلعته تمشي السلعة لكن يمحق ويذهب بركة كسبة فالإنسان لا ينبغي أن يكثر من الحلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا حلف على أمر أراد أن يجتذب أصحابه به مثلا ما تقول أنت والله 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 فإذا رأىك الناس حلفت أقبلوا إليك وانتبهوا هذا يحلف على إيش وقلت مثلا والله 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 لا ينتصرن الدين ولا يظهرن راية الإسلام فأنت حلفت عدة أيمان صح أن الأمر الذي حلفت عليه هو أمر مقرر عند الناس معروف أن الدين بينتصر لكن لأجل أن تجذب أسماعهم إليك فهون عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بيده التفت إليه الصحابة يحلف طيب يحلف على إيش قال لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وورده أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده وورده لماذا قدم صلى الله عليه وسلم الوالدة على الولد مع أنه في رواية أخرى عند مسلم قدم الولد على الوالد في رواية مسلم وفي البخاري قدم الوالدة على الولد قالوا لأن ليس كل الناس عنده ولد هذا أولا والأمر الثاني يعني إما نتزوج ولم يرزق بأولاد أو أنه أعزب لكن كلهم عندهم والد وأيضا لأجل أن ينطبق هذا الحديث على الصغير والكبير فيقال مثلا حتى للصغير اللي ما بعد تزوج يقال لا ترى لازم أحب إنسان عندك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قدم صلى الله عليه وسلم قال من والده وورده ثم قالوا الناس أجمعين مقياس محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمور يعني إيش القراءن التي تظهر عليك التي تدل أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم عدة قراءن منها اتباعه عليه الصلاة والسلام تعص الرسول وأنت تزعم حبه هذا محارم في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحب مطيع أنت لما تكون تأكل كما كان يأكل تشرب كما كان يشرب تلبس كما كان يلبس تتكلم مثل ما كان يتكلم تجعل مظهرك مثل مظهرة هو له لحية إذن أنا أجعل لي لحية هو كان يحف شاربه إذن أحف شاربي يعني أقص شاربي هو كان ثوبه فوق الكعبين أحط ثوبه فوق الكعبين أنا أحبك يا رسول الله إذن أنا أتمنى حتى شكلي يكون مثل شكلك هذا من علامات المحبة له عليه الصلاة والسلام يا جماعة الصحابة كانوا ليس فقط يحبونه في اتباعه بل يحبون ما يحب في البخاري يقول أنس رضي الله عنه أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء الدباء يعني ثمار القرع يتتبع يأكل من قطعة ومن قطعة قال فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه يعني هم يحبون حتى الطعام اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لم أزلوا يحبه بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ابن عمر لما سافر من المدينة إلى مكة سألهم عن الطريق الذي مشت عليه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركب ناقته وجعل يمشي على هذا الطريق ويمين يمينا ويسارا ويقول لعل خفا يقع على خف لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شدت المحبة أبو بكر لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطشا ووجد بعد ذلك لبنا في خيمة أمي معبد يقول أبو بكر فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب قال اشرب أنت قلت بل أنت قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت اشرب قال فَلَمْ يَزَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يشربوا حتى ارتويتوا يقول لم يزل يشربوا حتى ارتويتوا شد يعني كأنهما روحاني حلا بدن من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذه المحبة لم تحمل الصحابة على أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما في هنا وحد من الصحابة قال والنبي و له رسول الله لا يحلفون بالله لأنه قال لهم احلفوا بالله إذا كنتم حالفين ما في واحد من الصحابة قال لشدة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نعمل مولد نبوي له لأني أحبها بعمل مولد نبوي أقول لهم يحبونها أكثر منك ولم يعملوا لهم مثل ذلك ما في واحد من الصحابة قال لشدة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في كربة سأستغيث به سأقول يا رسول الله أغثني يا رسول الله كن معي إنما أقول يا الله أغثني يا الله كن معي محبتهم له عليه الصلاة والسلام دفعتهم إلى اتباعه دفعتهم إلى التوحيد إلى عبادة الله ما في واحد من الصحابة دفعت هذه المحبة إلى بدعة معه عليه الصلاة والسلام ولذلك حتى الصحابة ترى ما كانوا يأتون يتمسحون على قبره عليه الصلاة والسلام وهم يحبونه ولا نشك في محبتهم له لكن يعلمون أن هذا ليس هو دليل المحبة له عليه الصلاة والسلام لكن مع الأسف لما يتيك واحد اليوم ربما مقصر في مظهره ومقصر في اتباعه للسنة ومقصر في صلاته وفي صومه وربما أيضاً يعني تجد أنه يأتي ويقيم احتفالاً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأكل بالشوكة والسكين ويأكل بالشوكة بيسارة تقول له طيب أنت الآن في مولد نبوي وتزعم أنك تفعلها محبة لرسوله حتى تطبيق سنة الطعام ما تطبقها يقول والله يا أخي كذا الأتيكيت أنك تمسك السكين باليمنى والشوكة باليسرى أنا أقدم هذا على سنته يعني حتى في طريقة أكله هو لا يطبق سنة ثم يزعم أنه ينشئها المولد لمحبة عليه الصلاة والسلام والمقصود أن محبتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي اتباع أني أتبعه أتعلم سنته كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان ينام كيف كان يصلي كيف كان يمشي كيف كان يلبس أفعل مثل عليه الصلاة والسلام أتعلم سيرته أعرف عليه الصلاة والسلام اسمه اسم أبيه اسم جده أين سكن أسماء نسائه أسماء أبنائه عدد الغزوات لما آتي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واحد أحبه وأعرف سيرته اليوم أنت لو أحببت شخصا من الناس لفرحت أن تعرف بعض أخباره تحرف إذا قال لك واحد أنا والله جاره تقول أنت جار فلان اللي أنا أحبه يقول لك نعم طيب علمني كم عنده من عيال وين يشتغل فيه تفرح بأي خبر لأنك تحبه فإذا كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فحرص على أن تتعلم سيرته فعلا أن تكون عارفا بها ومشكلة هالناس اليوم ما يعرفون مثلها السيرة يعني أنا أذكر طلابي مرة في الجامعة كنت أدرسوا مادة الثقافة قبل سنوات يعني إحدى الشعب اللي تخرجوا فسألتهم مرة قلت خلنا نسألكم عن لما الدنمارك رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسومات سيئة فقلت خلني أشوف معرفتكم بالسيرة فقلت لهم يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الشعبة فيها يمكن ذاك اليوم أربعين طالب قال واحد منهم يا دكتور عائشة قلت ممتاز قال الثاني يا خديجة قلت ممتاز ثم ما أحد رفع يده قلت يا شباب نحن نلوم الدنمارك ونقول لو عرفوك ما رسموك وأنتم فواحد منهم أراد ينقذ الموقف فقال يا شيخ ذكرت وحده قلت من قال آمنة قلت آمنة هذه أمة الله يخليك لأمك هذه أمة سكت ثم والله بدأت أتلفت يا شباب يلا أقرب لكم أعطيكم أول حرف يا شباب فواحد والله كأني أراه بعيني جالس عليه سار كان كذا يفكر وطوله يفكر يعني مسكين يبغي يجيب جواب يعني محرج من كذا ما قلت ما تعرفون الله قال دكتور قال نعم قال فاطمة فاطمة يظنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أمام عيني يعني فالمقصود أن الناس مع الأسف يحتاجون إلى نشر سيرة عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى جعله بشرا حتى يصحى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وفي حديث أنس أيضا حديث الخامس عشر باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده والناس أجمعين هذا أيضا رواية أخرى للحديث السابق المسألة الأولى هل تدخل الأم في مسمى الوالد نعم نعم يجب أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحب أمه وأكثر ما يحب أبه الثانية قول عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه قال يا رسول الله والله إنك أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر يعني ما حققت الإيمان فقال والله إنك لا أحب إليه حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن تحقق الإيمان عندك يا عمر فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يحب طيب قد يسأل سالي يقول طيب لماذا نحبه نحبه لأن الله تعالى اختاره واصطفاه ليكون نبيا ولو لم يعلم ربنا جل وعلا من قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والرحمة بالخلق والكرم والشجاعة والحب لله والقدرة على تحمل أعباء الدعوة لو لم يعلم الله جل وعلا من نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك لم اصطفاه بالرسالة لأن الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة الرسله ومن الناس يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا كما اختار جبريل رسولا بينه وبين أنبياءه ومن الناس أيضا يختار رسلا من الناس وأيضا نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه يعني تعب في سبيل تبليغ الدين إلينا وفي سبيل إيصاله إلينا يا أخي أنت اليوم لو رأيت لك عالم من العلماء يصرف وقته وجهده لأجل الناس درس بعد الفجر ودرس بعد الظهر ودرس بعد المغرب ومحاضرة بعد العشاء ويعني كلما جمع مالا بنى به مسجدا وتصدق به على فقير ويبتلى في سبيل قول الحق وكل يوم يقول الحق ويسجن ويبتلى ويعذب وصاير يعني قد أتعب نفسه لله وللإسلام ولإنقاذ المسلمين وإنقاذ أبنائهم لو وجب عليك أن تحبه يا أخي هذا الشخص أن تحبه هذا الشخص اللي يبذل للدين ويبذل لأجل أنفسنا وأبنائنا وإنقاذنا وتعليمنا هذا يحب فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بلا شك أنه بدل عليه الصلاة والسلام ما لم يبذله غيره من الخلق في سبيل إسعادنا والقيام علينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا ونجعلنا وياكم مباركين أينما كنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلغيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عليهم